اشتركوا في القناة في قراءة المقطع ثم ذلك سنتقل إلى قراءة الأسئلات ثم التحليل هذا المقطع إذن فمن الممكن من جهة أخرى اعتبار هذا الاتجاه الذاتي بمثابة رد على الحركة الإحيائية التي اتجهت تجاها قويا نحو محاكاة الأقدمين ولم تولي ذات الشاعر وهممه الفرضية أهمية كبرى إذن من خلال قراءتنا لهذا المقطع هذا كاللاحظة بأن أحمد المعدوي المجرطي في هذا المقطع تطرق لنا لجوجة الحواج التجاه الذاتي ثم التجاه القديم أي الإحياء النموذج طبعا إذن غالبا سيكون هناك أو لا سنقارن ما بين التجاه الذاتي ثم أو واتجاه الإحياء النموذج إذن لي باش نعرفه بأن هذا المقطع ده ضمن أي فصل يندرج فلابد فلابد لنا أن نعرف المصدر يعني أن نقرأ المصدر إذن لاحظوا معي صفحة سعود إذن كما سبق وأن أشرت في أحد الفيديوهات السابقة على القناة قلت الطريقة الوحيدة باش تعرفو المقطع فين كي يجي لنا في مؤلف ضاير شهر هي بالصفحات إذن هنوريكم مثلا إذن مثلا هذا الفصل الأول كما كتعرفو بأن الفصل الأول كين قسم جوج في جوج الأقسام القسم الأول وهو المعنون بنحو مضمون ذاتي وكي يبدأ لنا من صفحة سعود حتى الستة وثلاثين وضمنه ضمنه كاتجي هاد القولة لحنا فصدت تحليل ديالها إذن سأنتقل إلى الأسئلة انطلاقا من هذه القولة ومن قراءتك المؤلف النقدي ثم اكتب موضوعا متكاملا تتناول فيه ما يأتي إذن ربط القولة بسياقها داخل المؤلف وذلك سؤال أول لكن قبل أن نجيب على هذا السؤال لا بد من تقديم عام سنعرف فيه تعريف المؤلف وتعريف المؤلف يعني المؤلف بصفة يعني عامة ثم السؤال موالي عاد نجيو نضروع لا نربطوا هاد القولة بسياقها داخل المؤلف لكاتجي لنا في القسم الأول من ظاهرة الشعر الحديث السؤال موالي إبراز الخصائص المضمون في شعر كل من الحركة الإحيائية والإتجاه الذاتي إذن ذاك شيئ إلى السؤال الموالي بيان لمنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة ظاهرة الشعر الحديث إذن قالينا في دراسة ظاهرة الشعر الحديث ما قاليناش بيان لمنهج الذي اعتمده الكاتب في هذا المقطع هذا وإنما قالينا في ظاهرة الشعر الحديث يعني شنهما المنهج أو المناهج اللي اعتمدها ككل في ظاهرة الشعر الحديث إذن سأنتقل إلى الإجابة على هذا المقطع لكن قبل ذلك أنا هنا يلاحطوا معي هنا أعطونا على شكل يعني عوارد في الإجابة اللي كتكون مع المصحح أنا غادي نخلي لكم الرابط التحت يعني كتبت هذا وحللت هذا المقطع ده بالخصائص اللي خاصكم أنتم تحلوا بها أثناء الامتهان بمعنى مقدمة وعرض وخاتمة أنا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف اللي أنا راكس حطيته على المدونة ديالي اللي هي www.me إذن مقدمة يشير فيها باقتضاب إلى موضوع المؤلف وأهم القضايا التي تناولها إذن مقدمة ثم عانتشو الشمعي عليها نص نقطة عاد كنجيو إلى ربط القولة بسياقها داخل المؤلف إذن ربط القولة بسياقها داخل المؤلف وذلك بالإشارة إلى ورودها في القسم الأول الموسوم أو المعنون بنحو مضمون ذاتي الذي خصصه الكاتب للإشارة إلى مضامين الشعر عند التيار الإحيائي والتفاصيل في خصائص عند التيار الذاتي إذن هدر لنا إلى المضامين الشعر عند التيار الإحيائي والتفاصيل في خصائص خصائص الشعر عند التيار الذاتي سؤال موالي إبراز الخصائص المضمون في شعر كل من الحركة الإحيائي والتجاه الذاتي إخوان هات الشعر مشي كنجابوه العوارد وإنما كنجابوه بإنشاء متكامل قلت لكم ما نخلي لكم الرابط التحت إبراز الخصائص المضمون في شعر كل من الحركة الإحيائي والتجاه الذاتي مشي نقول لكم ما نخلي لكم مضمون نخلي لكم الرابط التحت وتبطون توميت وما تكملوا شيء. كملوا هات الشي باش تفهموا. وطبعا بالاضافة الى بالطول تحت عاو ثاني وشتو وشتو. يعني الطريق كيف شمح للغة تفهموا اكتر. اذا ابراز الخصائص المضمون الذاتي في الشعر كل من الحركة الاحيائية وتجاه الذاتي. اذا عند الحركة الاحيائية. احنا كما كيكم حالك نديروا المقارنة ما بين ما بين الحركة الاحيائية والتيار الذاتي. والتيار ذاتي. من اي ناحية؟ من ناحية المضمون. اذا عدم الى ذات الشاعر وهمومه الفرضية اهمية كبرى. فاش في الحركة الاحيائية. اقتفاع عفوا اثار القدمة في المعاني والافكار. اذا جابوا هنا بنفس بنفس المضامين والافكار والمعاني اللي كانت في القديم. يحاولوا هذه الاحيائيين تهموا بدورهم يقدموها في القصائد ديالو. الالتفات الى التراث العربي اكثر من الالتفات الى ذات الشاعر والى واقعه. اذا التافتوا الى التراث العربي لانه يستمدوا منه الافكار ديالهم والخصائص والاساليب ومجموعة من الاشياء. اذا سنتقل عند اتيار ذاتي. اذا التبشير بقيم جديدة تتناغم مع اه شعار العودة الى الذات. اتساع مفهوم الوجدان ليشمل النفس والحياة والكون. عند اه اه عند اه اني الاتيار اه اه الاتيار الوجداني او سؤال الذات. الاهتمام بالموضوعات الشعرية ذات الطابع الذاتي الصرف. الارتماء في احضان الطبيعة والزهد في الحياة والاستسلام. ثم الهيام بالجمال وعشق الحرية. بروز نزعة الانطواء والغروب اه من مواجهة اه الحياة. اخوان. لاش لاش ظاهرة الشعر العربي الحديث. انا اعطاكم واحدة النصحة. كرأوا ظاهرة الشعر العربي الحديث. لانها مهمة جدا. اه تنفعكم في احياء النموذج. وغتنفعكم في سؤال الذات. وغتنفعكم في تكسير البنية. وغتنفعكم في جديد الرؤية. هات الشعر لاش هما كيعطيوا احياء النموذج في الدورة الاولى. لانها كتكون يعني اه مرفوقة اه ب يعني هذه التيارات اللي انتما اه كتقرأوا في الدورة الاولى. طبعا كنظر على مدرسي. اه اذا سانتقل الى بيان المنهج الذي اعتمده الكاتب في دراسة الشعر الحديث. اذا الاشارة الى اعتماد الكاتب في دراسة اه ظاهرة الشعر اه منهجا متكاملا تتقاطع فيه حقول في حقول اه معرفية متعددة تاريخية ومضوعاتية ونفسية. تقوم على اساس توظيف المنسجم لمقاربات منهجية متعددة في دراسة التحولات التي مست الشعر العربي الحديث. مما سمح له بالتحرر من اكرار الالتزام بمنهج واحد والانفتاح على مقاربات متعددة تستوعب معظم القضايا واشكالات ظاهرة الشعر الحديث. اذا هذا المنهج المعتمد او ما اشعروا لكم هنا اه ليه باقتضاب. طبعا. ثم خاتمة مناسبة للموضوع اي مثلا اه تتحدث فيها اه عن مثلا عن 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 الاشياء التي جاءت يعني هنا في الاثناء تحليل ديالك. او لا اه غات تخدر يعني بشكل اللي انتم ما غادي تلقاوه في في الرابط اللي انا خليت لكم اه لتحت. اذا اه اخواني اه الا كان شي سؤال خليوه لي لتحت فانا ان شاء الله غادي نجاوبكم اه عليه. اذا اضربوا لكم واحدا الى حلقة القديمة ان شاء الله.